إلى عالم الإصدارات الآن وصدر شعر جزائري مشري بن خليفة ديوان شعري جديد بعنوان تجليات طين الصمت وذلك بعد عشرين سنة أو عشرون سنة من الغياب ويعد ديوان تكملة لمشروعه الأول سين والذي ترجمه إلى اللغة الفرنسية الشعر والمترجم عشور فني ويأتي ديوان الثاني ليقدم تجربة أخرى مغائرة ومختلفة في الكتابة الشعرية مبنية على نصوص تستند إلى رؤية وتجارب ناتج عن حالة توتر وبحث عن نص مختلف كان الحراكة الشعبي هو مفجرها